بداية الخيال نتعرف على البرامج التي تقدمونها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بداية نقدم لكم الشكر الجزيل على هذه الاستضافة للحديث عن المراكز الصيفية لتحفظ القرآن الكريم التي جرت العادة في وزارة الأوقاف على إطلاق هذه المراكز منذ سنوات طويلة وحقيقة كانت الأعداد في المراكز الصيفية تتجاوز 120 ألف طالب وطالبة في كل عام لكن بسبب ظروف كورونا في العام الماضي كانت المراكز الصيفية عبر الأونلاين في هذا العام اختصر العدد على 800 مركز 400 مركز للذكور و400 مركز للإناث لكن بعد الأسبوع الأول من إطلاق هذه المراكز تفاجأنا بالعداد الهائلة التي ترغب لذلك رفعنا المراكز إلى ألف ومائة مركز الآن أصبحوا بمعدل حوالي 23 ألف طالب وطالبة طبعاً احنا في المراكز الصيفية هي موازية للمراكز الدائمة لدينا مراكز دائمة للقرآن الكريم دور القرآن الكريم التي تشرف عليه وزارة الأوقاف ما يقارب الألفين مركز في المملكة هي مراكز دائمة وتقبل جميع الأعمار دون استثناء بينما هذه المراكز الخاصة في العطلة الصيفية هي لطلبة المدارس من سن 6 سنوات إلى 18 سنة تم إعداد برنامج خاص تم إعداد دليل خاص ومنهاج خاص لهذه المراكز طبعاً نحن في هذا المراكز نعلم القرآن الكريم الحديث الشريف التفسير أيضاً بعض المسائل الفقهية التي يحتاجها الطالب في مثل هذا العمر من أحكام الطهارة أحكام الصلاة أضفنا أيضاً الثقافة الوطنية ذلك لأن المراكز نحن في كل عام نطلق عليها الشعار ولها شعار وقد تشرفنا قبل عامين بأن كان شعار المراكز بالأخلاق نرتقي في مبادرة أيضاً أردن النخوة وتشرفنا بحضور صاحب الجلال هشمين ملك عبدالله الثاني بالحسين حفظه الله حيث قام بتخريج هؤلاء الطلبة وكان له أثر كبير حقيقة في هذا العام أطلقنا شعار المئوية الأردنية وشهداء الكرامة الأبية طبعاً عدد الشهداء في معركة الكرامة 86 شهيد لذلك ارتأينا في وزارة الأوقاف أن نسمي 86 مركز بأسماء هؤلاء الشهداء حقيقة أنا من الناس اللي لما قرأت الأسماء تفاجأتني ما أعرف الغالبية العظمى منهم وأول مرة أسمحها لذلك حببنا أن نربط هذه الأجيال بالماضي المشرق لوطننا معركة الكرامة كان لها أثر كبير لحماية الأردن وما نعيشه الآن من أمن وأمان وهنا هو بسبب هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الأردن سمينا هذه المراكز بأسمائهم واخترنا أن كل محافظة تختار من الشهداء الذين من نفس المحافظة سيكون هناك إن شاء الله زيارات لبعض أسر الشهداء ستكون هناك زيارة أيضاً لأرض معركة الكرامة أيضاً من قبل الطلاب من قبل الطلاب طبعاً إحنا في المراكز الصيفية دائماً نعتمد على المشاركة الفاعلة يعني ليس فقط هي قراءة أيضاً في نشاطات مرافقة تكون إحنا فقط ترسخ بالذهن أكثر يبقى من أقرب إلى عقل وقلب طالب صحيح النشاط الوحيد الذي نحضر منه كثيراً هي موضوع السباحة يعني لا نسمح بذلك لكن باقي النشاطات نحن يعني تكون من خلال وزارة الأوقاف نعم طب أسألك دكتور فيما يتعلق بالدروس الوجاهية أو عن بعد نعم السنة الماضية لظروف الجائحة اللي كل بعرفها كان فيه توجه للدراسة عن بعد هاي سنة كيف راح تكون التعامل؟ نحن السنة الماضية كانت تجربة الأولى نعم وهي تجربة حقيقة يعني جديرة بالاهتمام لكن كان فيها عقبات كثيرة يعني من العقبات أنه ليس الموضوع النتمو متوفر عند الجميع طبعاً نحن نقول نحن نتكلم عن البوادي نتكلم عن الأغوار نتكلم عن القرى نتكلم عن المراكز الصيفية المنتشرة هناك كنا نواجه صعوبة حقيقة في أنه هؤلاء الطلبة أن يكون كل مشرف دار القرآن مع طلبته يعني كنا للأسف يعني بعض دور القرآن أو المراكز الصيفية كان العدد لا يتجاوز ست سبع طلبة الذين يستطيعون التواصل مع المشرف نعم كان فيها عقبات لكن أنا أعتقد أنه الآن أصبح الشعب الأردني شعب مثقف في هذا الجانب أنا أعتقد لو الآن أعدنا التجربة مرة أخرى أعتقد أنه هذه العقبات التي كانت موجودة سنتجاوزها إحنا في هذا العام هو التعليم موجاهي لكن إحنا مع الالتزام بشروط السلامة العامة وضع الكمامة التباعد ألا يزيد عدد الطلبة في كل مركز على عشرين نعم في حال إذا زاد العشرين نجعل فترتين فترة صباحية وفترة مسائية لأن إحنا التدريس عندنا في المراكز الصيفية هو صباحي من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية عشر ونصف إلا في منطقة الأغوار والعقبة سمحنا لهم أن يكون تدريس ما بعد العصر لظروف الجو نعم لكن إحنا التدريس عبر الأولاين لا شك أنه له فوائد كبيرة لكن فيه عقبات وصعوبات نعم طيب إحنا اليوم عم أكيد الكل اللي عم بشاهدونا بدهم يعرفوا أين تتواجد هذه المراكز كيف بقدروا يسجلوا كيف ممكن يحصلوا على معلومات كافية لحتى يسجلوا أطفالهم نعم إحنا حقيقة قبل ما نطلق المراكز كنا قد أعلننا عن بداية المراكز الصيفية وكان هناك في رابط يتواصل معه الأهالي لتسجيل أبنائهم وبناتهم أيضا هناك تسجيل في نفس المراكز إحنا في إعلان في نفس المراكز كلها في المساجد في صحن المسجد إعلان من خلال خطيب المسجد عن أن هذا المسجد فيه مركز لتحفيظ القرآن الكريم يتم تسجيل الطلبة من خلاله طبعا إحنا عنا في جميع المحافظات بلا استثناء نعم وزعنا 800 مركز بالعدد على كل المحافظات وطلبنا من كل مدير أوقاف لأنه في كل محافظة أو كل مديرية أوقاف هناك لجنة أيضا برئاسة مدير الأوقاف تشرف على المراكز في المحافظة أيضا هم قاموا بتوزيع هذه المراكز على المساجد الرئيسية إحنا كنا في كل عام 2000 مركز أو أكثر نعم كنا نوزحها كنا يعني أي مركز أي مسجد يحتاج إلى مركز كنا نفعل مركز بس ولكن دكتور حاتم يعني ما زال باب التسجيل مفتوح لكل من يرغب أن طبعا ما زال مفتوحا وحنا ذكرنا أنه المركز الذي يكون فيه يعني عدد فوق العشرين ممكن نجعله فترة ثانية أو ثانية نعم نعم إذا ننتحدث يعني هذه البرامج موجودة تقريبا من 93 نعم صحيح كيف يتم تطوير هذه المناهج قديش هناك تغذية راجعة سواء من الأهل من الطلاب بما يتوافق مع معطيات العسر ونتحدث كمان أيضا بلغة أبنائنا وهذا الجيل إحنا بفضل الله عز وجل في هذا البلد الحمد لله يعني القرآن الكريم يعني يحظى برعاية ملكية دائما نعم إن كان المسابقة لهاشمية وهي من أقدم المسابقات القرآنية في العالم نعم إحنا عنا المسابقة لهاشمية على مستوى العالمي وعلى مستوى المحلي للذكور والإناث ونحن من السباقين في أن نجعل مسابقة خاصة للإناث إحنا نتكلم عن السنة 12 أو 13 سنة خاصة للإناث نعم أيضا في عنا المراكز الصيفية كانت في البداية فقط لتحفيظ القرآن الكريم بعد ذلك تطورت أدخلنا عليها التفسير أدخلنا عليها الحديث الشريف طبعا الذين سبقونا وكان لهم الأثر الكبير حقيقة في هذا الباب نعم توصلنا الآن إلى أن عددنا منهاجا خاصا منهاج يكون مع مشرف دار القرآن الكريم أو مشرف المركز الصيفي يعلم منه من خلاله الطلبة أيضا في أننا في فرق تم تجهيزة من وزارة الأوقاف من خلال مدرية الأوقاف للمتابعة والتدقيق على هذه المراكز يعني إحنا نهتم في موضوع الإجراءات السلام العامة حقيقة بداية للحفاظ على أبنائنا وبناتنا أيضا لتطبيق هذا المنهاج كما هو قد خطط له أيضا هناك عندنا كان فيه ممضة بعض المراكز يعني تعطي جوائز للمشاركة في رحلات العمرة نعم بعض المراكز كانت تعطي جوائز قيمة جدا نحن في نهاية المراكز هناك فيه طبعا تخريج سيكون على مستوى بسيط أيضا لموضوع كورونا فيه عندنا في كل مركز سيكون تخريج للطلبة سيتم تكريم الثلاثة الأوائل من كل مركز نعم وزارة الوقاف ستوزع شهادات على جميع الطلبة الذين شاركوا في هذه المراكز نعم ذكورا وإناثة شكرا جزيلا دكتور حاتم وإن شاء الله كل التوفيق لإلكم خلال فترة الصيف شكرا إلكم شكرا لهذا الاستضافة المباركة شكرا للمبارك الله شكرا للمبارك معنا نعطيك ألف عافية